احنا يا سادة التساوي العاطفي ده احنا مصطلح بنتكلم عنه بشكل واضح عايزين نحطه بشكل حقيقي عشان نتعامل مع مشكلتنا احنا لاحظنا شيء شوية غريب قد يكون نابع من عدم التزام معنى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم علمهن اللي هو ايه ان من اعظم الاسم ان يضيع الرجل من يعول وايه تاني ان حضرة النبي صلى الله عليه وسلم علمنا كلكم راعن وكلكم مسؤولن عن رعياتي فايلي يحصل لما بيحصلش اي قيام بالادوار الايجابية وخاصة الادوار النفسانية للناس بيحصل التساوي العاطفي وعشان كده ممكن نقول ان التساوي العاطفي ده احد اسباب التفكك والاسر وعدم موجود احتواء منزلي فبتظهر ظاهرة تانية بقى اسمها ظاهرة الاحتواء البديل يمكن ده عشان كترة ما بيننا الفردانية وكترة ما بيننا الشكوى وكترة ما بيننا المظلومية فبتجعل الناس بيمرسوا التساوي العاطفي بسهولة حتى يمكن من غير قصد يعني ايه طب قلنا يعني ايه التساوي العاطفي التساوي العاطفي هو ان احد يطلب من الناس نوع من انواع الارتباط او نوع من انواع العلاقة او نوع من انواع الوصل او نوع من انواع التواصل بغير سبب غير انه هو مستعد يبزل اي شيء عشان يحصل له هذا التواصل مع الاخرين باي تمن ومواقع التواصل الاجتماعي سهلت على الناس ان هي تمارس التواصل العاطفي هتلاقي اشخاص مختلفين جدا جدا يمرسوهم فبنشوف مثلا دلوقتي ناس كتيرة ومنهم سيدات حتى كبار في السن المفروض ان هم امهات بيستسلموا الاولادهم في تشجيههم على التصوير معاهم في فيديوهات على مواقع التواصل عشان يجيبوا لايكات وشريات طب وده في ايه في مواد غير نفعة وفي طريقة مبتزلة طريقة لا تتسق مع قيمنا فبتكون في فيديوهات غير نفعة وغير مفيدة ويمكن كمان بتعمل ايه بتنقص من كرامة الانسان وبتهينه وبتتجاوز العلاقة ما بين البنت وامها او ما بين الام وبنتها لدرجة ما نوصل الى حد الابتزال الاخلاقي وممكن نلاقي ناس بتعرض حياتها الشخصية وامور عورات البيوت على مواقع التواصل الاجتماع عشان تجيب لايكات وكمان وبالتالي بيبقوا مشهورين ومعروفين هي دي بقى الفتنة اللي ايه كل ما تبتزل كل ما تتجرع على عوراتك كل ما تعمل حاجات غير مناسبة كل ما احتمال كبير تنتشر وتشتهر واحتمال كبير كمان تجم فلوس وده بالنسبة الناس بيخلي الناس تحس في بعض الاحيين ان ده بيحقق لها حلم الثراء السريع ومن اهم علامات ان ربنا اعزك وانك ضمن ان ربنا سبحانه وتعالى انت ضمن حياتك عنصر الاخلاق مركزي فيك لان انت حاسس ان اخلاقك دي بتخليك في وصل وتخليك متيقن ان ربنا ضمن لك رزقك وما فيش حد في الكون ممكن يقدر يعبس برزقك عارف الرزق حتى منه العلاقات جزء كبير اقامل من الرزق ان الناس لازم تعرف ان العلاقات رزق وعشان كده ما حدش يحاول يتوسل عاطفيا عشان يوصل لعلاقة انا اقول لكم حاجة وتجربة شايفة انا اعرف الناس لما بيعبنوا يكون بينهم علاقة وحد يقول للتاني يكون بينهم مشروع خطبة او مشروع زواج فإن لا يحصل فواحد يقول للتاني خلاص انا اسف احنا مش نقدر نكون مناسبين لبعض ممكن يمارس التسول العاطفي ويقعد يتحايل 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 لغاية ما يذل نفسه وحضرت النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس للمرء ان يذل نفسه قال وكيف يذل المرء نفسه يا رسول الله قال ان يحمل نفسه ملا طيق انت لا تطيق ان انت تجذب عواطف الناس ما تقدرش لان القلوب بيد الله وعشان كده حضرت النبي صلى الله عليه وسلم لما جاله حد وبيسأله نهاه عن المسألة وعمل ايه فخلا حضرت النبي بيقى البساطة اللي عنده ويعطي جزء من الفلوس لأهله والجزء تاني يشتري بفأس عشان يحتطب ويسرف على أهل فحضرت النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعلمنا ان احنا لا نتزلل لأحد ولا تتعلق قلوبنا بأحد لان قلوبنا بين يدي الأحد سبحانه وتعالى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة